السلام عليكم متابعين الكرام اهلا بكم في قناتنا الاخبارية كشف مصدر وثيق الاطلاع لهسبور ان الكاميرون لن تكون بنسبة كبيرة جدا الدولة التي ستستضيف نهائية كاس امم افريقيا المقبلة والمقررة سنة 19 و 2000 مرجعا ذلك للبنية التحتية الضعيفة التي تتوفر عليها الكاميرون والتي لا تستجيب بتاتا لدفتر التحملات الجديد للكونفديرارية الافريقية لكرة القدم واكد المصدر داتو ان كاف تطلع للقطع مع طريق التدبير ملف نهائية كاس امم افريقيا باعتباره من اتل الكرة الافريقية والطريقة المتلى للترويج لكرة القدم في القارة الصمراء على مستوى العالم وبالتالي تحتاج النهائيات لان تجرى في ظروف ممتازة على غرار المنافسات القارية باوروبا واسيا وأوضح هذا المتحدث ان التوجه الحالي يرمي الى منح الفرصة الكافية للكاميرون من اجل اظهار قدرتها في الاستجابة للمتطلبات الجديدة للكاف بخصوص كأس امم افريقيا على الرغم من وجود قناعة كبيرة بعدم قدرة المسؤولين الكاميرونيين على تحضير كافة الدوروف في اقل من سنة واحدة وأشار مصدر هسبور الى انه رغم كل المعطيات السالفة الدكر فان الكونفيدرالية الافريقية لن تتصرع في الكشف عن قرارها النهائي في الملف وستؤجله الى حين عودة اللجنة التفتيشية من مهمتها الاستقصائية الثالثة المقررة في يونيو المقبل بعد زيارتها الثانية المبرمجة في مارس وكانت اللجنة التفتيشية لخبراء الكونفيدرالية الافريقية ومكتب التدقيق رولان بيري قد عرضوا بداية الاسبوع الجاري التقرير الذي اعدوه عن الوضعية الحالية للبنية التحتية الموجودة بالكاميرون على اللجنة المنظمة لكأس امم افريقيا التابعة للكافة والمكتب التنفيذي للاخيرة شكرا على المتابعة نعتقد انكم نخبة خاصة تعشق متابعة الاخبار لذا اذا كنت غير مشترك في قناتنا اشترك الان شكرا على المتابعة